سعي الفتى في عيشه عبادة سعي الفتى في عيشه عبادة وقائد يهديه للسعادة لأن بالسعي يقوم الكون والله للسعين نعم العون إذن السعي واجب على الإنسان في الدنيا لأجل الآخرة أيضا وكنا نتكلم عن مهنة الأنبياء لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده ثم ضرب مثل وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده الأنبياء جميعهم كان لهم صنعة مع الدعوة نعم تفضل نعم صنعة نحن ذكرنا كل نبي كان له عمل يقوم به في حياته وفي ممارسته مع قومه إبراهيم عليه السلام قالوا كان يعمل كذلك في مهنة الراعي كذلك سيدنا موسى عليه السلام رعى الغنم واشتغل بالتجارة نعم وسيدنا عيسى عليه السلام كذلك وكل نبي يعني كان له مهنة النبي صلى الله عليه وسلم رعى الغنم ثم اشتغل بعد ذلك في مال السيدة خديجة فاشتغل بالتجارة تاجرا نعم نعم ولما يعني هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مباشرة بعد بناء المسجد النبوي إذا به إلى السوق ويرشد الصحابة إلى السوق ولعل قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه حين قال لا أريد مالا ولا زوجة ولا عيالا ولكن دلوني على السوق وصار من أغنى أغنياء المدينة بعد ذلك فالعمل هو كنية الإنسان كينونة الإنسان هو ما يعبر عن الإنسان من أنت ماذا تعمل من أنت وماذا تعمل فإذا كان عملك إذا كان عملك هذا يقع ضمن هذه الأعمال التي ذكرنا هي أعمال كذبية وأعمال معيشية وأعمال يعني دنيوية تبتغي بها الآخرة وتبتغي بها الدنيا كذلك لأن الآية كما ذكرنا وابتغي فيما أتاق الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك فأنت مطالب أن تأخذ هذا التوازن في حياتك بين عملك وبين ما تريد به من عملك أعمل لدنياك نعم كأنك تعيش أبدا أبدا وأعمل لآخرتك كأنك تموت غدا بذلك هنا أهمية العمل ورد أنه قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يقول كنت أنظر إلى الرجل نعم فإذا لم يكن له حرفة سقط من نظري سقط من عيني إذن العمل له أهمية كبيرة نعم وأنت ذكرت صنعة الأنبياء كيف كانوا جميعهم لديهم أعمال الصحابة عندما أتوا إلى المدينة المنورة هذا التنوع في العمل أكره القرآن الكريم نعم حينما نجد أن القرآن الكريم يتحدث عن صنعة الزراعة يتحدث عن صنعة الزراعة يتحدث عن صنعة الخياط يتحدث عن صنعة الحدادة بهذه الآيات التي وردت للأنبياء ولغير الأنبياء القرآن الكريم يتحدث عن مثلا حينما يقول الله سبحانه وتعالى صرابيل تقيكم الحر وصرابيل تقيكم بأسكم ما ينتجه الإنسان وما يصنع من عمل يقي به شر حر الشمس هذه أعمال القرآن الكريم ذكر لنا هذه الأنواع والنبي صلى الله عليه وسلم أقرها في عمل الصحابة حينما يجعل لهذا الصحابي عملا يميزه به عن غيره فهو متقن فيه كما مثلا جعل بلال مؤزنا رضي الله تعالى عنه لأنه أندى الأصوات الموجودة حينما جعل التخصص في صحابته رضوان الله عليهم حين قال أعلمهم بالحلال والحرام معاز وأكثرهم كراءة أبي ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة فهذه التخصصات التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحابة تدلنا جميعا إلى هذا التنوع وإلى شمولية العمل العمل لابد أن يكون شاملا في كل شيء فلا أقول أن الإسلام يدفعك إلى وظيفة معينة أو إلى اتجاه معين في العمل الإسلام يدفعك إلى كل الأعمال التي تفيد الإنسان وتفيد البشري